من روما ينظم إلينا أحمد عوض بن مبارك وزير الخارجي اليمني معلي الوزير أهلا بك على شاشة الحدث وشكرا على قبول الدعوة شكرا جزيلا أنا سأيدا كل مرة ثانية معكم في العربية الحدث فقط سارة شكرا مساء اليوم أعلنت البحرية الأمريكية عن اعتراض سفينة محملة بالذخيرة في خليج عمان كانت متجهة من إيران إلى اليمن إلى الميليشيات الحوثية هذا التطور معلي الوزير يأتي فيما أنتم تسعون لإقناع الأمريكيين بأعادة تصنيف الميليشيات الحوثية كمنظمة إرهابية بعد كل هذه الحوادث هل بلغتم بأي موقف أمريكي أو أوروبي جديد يتعلق بتصنيف الحوثيين منظمة إرهابية طبعا أولا هذا ليست المرة الأولى التي تم ضبط كميات كهذه وخاصة في موضوع المواد الداخلة في صناعات الصواريخ وغير ذلك أكثر من مرة هناك طبعا تفهم دولي كبير جدا لخطر هذه الجماعة ويميعا لاحظنا في الفترة الأخيرة كل أفعال هذه اليماعة أصبحت توصم بالإرهابية وهناك موقف دولي حازم ومتصاعد تجاه ضرورة مواجهة ما تمثله هذه الجماعة من تهديد خطير ليس فقط على اليمن ولا على الأقليم ولكن كذلك على الملاحة الدولية أنا هذه الأيام في منتدى روما في النسخة الثامنة للحوار المتوسطي هناك من قبل عدد كبير من الأوروبيين يتحدثوا بصوت واضح قبلها بعشرة أيام في حوار المنامة رئيسة مفوضية للتحاد الأوروبي تحدثت للمرة الأولى بلغة صريحة حول ما تمثله هذه الجماعة من تهديد خطير وأشارت إلى خطورة تزويد إيران لهذه الجماعة بالدرونز والصواريخ أو الطيارات المسيرة أنا أعتقد أن هناك موقف يتبلور بشكل أكبر وفي ظروف أحسن مما كانت سابقا عندما أدركت الإدارة الأمريكية ثم ألغت إدراجها لجماعة الحوثي ولن يتم السماح لهذه الجماعة بالموضي في تهديدها لليمن والأقليم والعالم نعم ولكن بعد هذه الحوادث هل تتوقعون فعلا بأن المواقف الغربية ستتغير رصدتم أي مؤشرات أعلن بأنكم في روما الآن تحددتم مع بعض المسؤولين الأوروبيين والغربيين لاحظتم شيئا جديدا معه يعني أنا لاحظت أنه في إدراك كبير جدا أولا اللغة تجاه إيران تدرك يعني من أشهر أنا كنت في حوارات مماثلة في يوليو من هذا العام وكانت هناك آمال كبيرة جدا فيما يتعلق بمشاورات النووية وكانت في لغة مهادنة فيما يتعلق بإيران التطورات التي حصلت خلال الأشهر الماضية سواء ما يتعلق بالانسداد الأفق في الاتفاق النووي أو المظاهرات التي تشهدها والثورة الشعبية الداخلية في إيران وحالة القمع الكبيرة التي تمارسها السلطات في إيران تجاه شعبها ثم وضوح الأدلة بشكل كبير ومتنامي لاستخدام إيران للملف اليمني وللسمرار تسليحها لإيران كل هذه عبارة عن أوراق تضاف إلى استيعاب كثير من العواصم الأوروبية والغربية لخطورة جماعة الحوثي وضرورة الضغط وضرورة انتهاج مقاربة جديدة وهذا ما نتحدث فيه أن المقاربة السابقة وبعد مضي ثمان سنوات أثبتت فشلها وأنه كان بالإمكان مثلا لإدارة الأمريكية السابقة أن تستفيد من إدراج الحوثي أو حتى عندما ألغت إدراجه أن تحقق مجموعة من الاختراقات في عدد من القضايا مثل موضوع خزان النفط الصافر أو تبادل الأسرى والمختطفين وغير ذلك لذلك أنا أعتقد أنه أولا هناك قرار سيادي تخذ من قبل الحكومة اليمنية ومجلس الدفاع الوطني في إدراج هذه الجماعة كجماعة إرهابية وعلى جميع الدول التي تعترف بالشرعية والمؤسسات الرسمية اليمنية أن تتعاطى مع هذا القرار طبعا هناك خشية لدى البعض من مدى تأثير هكذا قرار على الوضع الإنساني ونحن أكدنا مرارا وتكرارا بأننا طوال السنوات الماضية كنا دائما ما نضع مصلحة ابناء شعبنا في أي قرار نتخذه وأن هناك حرص شديد وهناك دراسة متأنية من قبل الحكومة ودولة الرئيس الوزراء عقد أكثر من اجتماع في هذا الأمر من أجل ضمان أن لا تكون هناك أي تأثيرات سلبية لهذا الأمر نحن سنستهدف الخطة الأولى المؤشرات الخطوط الأولى لهذه الجماعة والهيئات والمؤسسات التابعة لها وكل من تتمرغ يكون له دور في استهداف مقدرات الشعب اليمني أو في قضايا غسيل الأموال لهذه الجماعة تقصدون معالي الوزير القائمة السوداء التي من المفترض أنكم بصدد وضعها هل انتهيتم من وضعها هل والتي تضم قيادات كيانات حوثية فور 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 قرار مجلس الدفاع الوطني وتوجهات مجلس القيادة الرئاسية الحكومة مباشرة بدأت في هذا الأمر وهناك دراسة قانوني واقتصادي منذ اليوم الأول عكفت على إدراج كل الخطوط السياسية الأولى والعسكرية التي يثبت دورها ومسؤوليتها في استهداف الشعب اليمني وفي القصف الذي يتم على منشآتنا الاقتصادية بالإضافة إلى الشركات والمؤسسات التي تتعاطى مع هذه الجماعة سواء في قضايا الإرهاب أو في قضايا غسيل الأموال أو في عدم التوائم والموائمة مع اللوايح والأنظمة المعتمدة من البنك المركزي وهناك حرص شديد جدا أن لا يتم إدراج أي مؤسسة وهي أو شركة إلا بعد أن يتم التأكد تماما من مسؤوليتها وأدلة وموضوعية بارتباطها بهذه الجماعة وكذلك هناك قوائم لشركات موضوعة تحت المراقبة لأن نشوف مدى إنسجامها والتزامها بما سيصدر من المؤسسات ذات العلاقة في ضرورة التوائم مع المواصفات والقوانين والأنظمة الدولية هل ستعلنون اليوم قائمة أو بعض الأسماء التي حددت أوليا؟ هي الإجراءات تتخذ وترسل مباشرة للجهات ذات العلاقة ويتم إتخاذ الإجراءات اللازمة لها ونحن في الخارجية كذلك نتسلم هذه القوائم ونتعاطى مع الدول المعنية كلا فيما يخصه قلتم إنكم ستتواصلون مع لي الوزير مع بعض الدول فيما يتعلق بالشبكات المالية أيضا ما هي هذه الدول التي ستتواصلون معها أو تواصلتم معها؟ كل الدول التي هناك أنشطة لأي مؤسسات أو أطراف أو شبكات مالية تقوم بتزويد هذه الجماعة أو تتعاطى معها أو تستفيد منها يعني بعضها تم وبعضها سيتم قريبا التعاطي معها هل يمكن الإعلان عن بعض هذه الدول؟ على الأقل التي تواصلتم معها؟ يعني هي تتم عبر القنوات المختصة ويتم دراسة هذا الأمر بتأني شديد ووفقا للقنوات القانونية والدماسية ستتخذون إجراءات أخرى ضد الميليشيات الحوتية أو ضد هذا الصف الأول التي ذكرتها معالي الوزير الداعم للميليشيات الحوتية؟ نحن لاحظي نحن على مدار السنوات الماضية ورغم فداحة ما تعرض له شعبنا من هذه الجماعة التي أقل ما يصف بأي أفعل تقوم به بالإرهاب كنا حريصين طوال الفترة الماضية بأن نقدم كل المرونة والتسهيلات اللازمة من أجل ضمان توفير بيئة مناسبة لعل وعسى أن يتم تهيي الظروف لإيقاف الحرب والعودة للسلام نعم وكان هذا الأمر في محطات كثيرة يعلمها الجميع وفي المقدمة منهم أبناء شعبنا الذين يعلموا أننا كنا دائما نعلي هذه المصلحة الخاصة بالمعاناة التي يعاني منها أبناء شعبنا وفي ستة شهر الماضية كان هناك حوار جاد وكبير وتضحيات كبيرة عكف عليها مجلس القيادة وقدم فيها تنازلات كبيرة لضمان نجاح الهدنة كمقدمة كخطوة من أجل العودة للعمل السياسية وإنها هذه الحرب الطويلة التي أصبحت توصن بأنها المأساة الإنسانية الأكبر في العالم لكن دائما في كل جولة وفي كل محطة كانت هذه الميليشيات تتخذ إجراءات تعلي المصلحة الإيرانية ومصلحة لجندة الإيرانية على مصلحة الشعب اليمني تستخدم المعاناة الإنسانية كورقة ابتزاز وتتحدث يعني الآن كأنما أن السبب الرئيسي في عدم تجديدها الهدنة وهو موضوع الرواتب الخاصة بابناء شعبنا في مناطق سوطرة الحوثي ونحن نؤكد بشكل كامل بأنه قضية المرتبات وقضية مطار صنعة وقضية الميناء وكل القضايا هذه كانت على يعني في مقدمة أولوياتنا وحرصنا في كل جولات المشاورات أن نتعاطى معها بشكل إيجابي وكنا بل أنه بعد السكون يعني سبقنا ودفعنا كثير من القطاعات الرواتب بدون أن نأخذ ريال واحد مما أودع في حساب البنك المركزي في الحديدة اليوم هذه المنشيات نفسها وهي تتحدث حول يعني ضرورة دفع الرواتب تقوم بسهداف مقدرات الشعب اليمني تستهدف المنشآت الاقتصادية في حضر موت وشبوة وهي مقدرات ملك الشعب اليمني ثمنها بمئات الملايين غير عابها مطلقا بتأثيرات هذا الأمر على يعني الوضع الإنساني في اليمن على قدرتنا على يعني القيام بتقديم الخدمات الأساسية لأبناء شعبنا في كل اليمن ليس فقط في المناطق التي تقع تحت سطرة الحكومة الشرعية ولكن في كل أنحاء اليمن غير عابها بقدرتنا على تغطية يعني فاتورة الغذاء الذي يتم استيراده للشعب اليمني والقمح وغير ذلك من مواد الذي تتولى مسؤولته بدرجة رئيسية الحكومة الشرعية اليمنية بدعم كبير من أشقانا في قيادة التحالف العربي الأخوة في المنمك العربية السعودية في دولة الامرات العالمية لذلك بالتأكيد لا يمكن للحكومة يعني أن تقف مكتوفة الأيدي فكان لابد يعني كانت تخذ قرار استراتيجي من قبل القيادة السياسية في مسألة دراج الجماعة ثم سيستتبع هذا القرار جملة من الإقراءات ذات الطابع الأمني وذات الطابع الاقتصادي تستهدف بدرجة رئيسية هذه الجماعة ولا تستهدف بأي حال من الأحوال يعني أبناء شعبنا المغلوب على أمره ذكرتم مع علي الوزير مسألة الهدنة كان هناك حراك للمبعوثين الأمريكي والأممي إلى اليمن حراك فيها المنطقة لإحياء الهدنة ما المقترحات الأمريكية والأممية الآن المطروحة عليكم أممياً ليسوا أنا التقيت مع المبعوث الأممي في المنامة ثم التقى هو مع فخامة الرئيس وكنت حاضراً هذا اللقاء خلال الزيارة الرسمية لفخامة الرئيس إلى المملكة الأردنية هناك أحباط شديد جداً من فشل الجهود التي سببها الرئيس أحباط أممي؟ هناك أحباط أممي أحباط دولي هناك خطاب واضح سواء على لسان ما قاله المبعوث الأممي في أحاطته في الاجتماع الأخير للمجلس الأمن أو ما عبرت عنه الإدارة الأمريكية وهو تعبير عن لسان حال المبعوث الأممي دعوة صريحة لجماعة الحوثي بالتخلي عن أوهام القوة التي لديها وبالتعاطي الفاعل والإيجابي مع مبادرة المبعوث أي حديث حول أي قضايا ذات طابعة إنسانية سواء الرواتب أو غير ذلك نحن حريصين عليها شقانة في الملكة السعودية حريصين على عانتنا فيها كنا نتحدث بهذه المسائل بشكل إيجابي نعرف ويعرف الجميع بأنه سبب هروب الحوثي من الهدنة وهذا التصعيد الأخير الذي قام به سواء بالسداف المنشآت الاقتصادية أو يوم أمس في مارب وتعلمي بأن أمس كان هناك عودة لخروقات عسكرية كبيرة جدا في مارب وقبل ذلك في يافع وفي غيرها من المدن الهدف الرئيسي هو هدف ضغط إيراني نتيجة ما إجابه هذا النظام ويريد أن يقول بأنني لازلت ممسك بأوراق في المنطقة وأهمها أو أحداها الملف اليمني لذلك لا يمكن أن نفسر هذا السلوك الحوثي بمعزل عن خدمته للمأزق هل هذه الفكرة واضحة بالنسبة للمبعوثين الأمريكي والأممي ما الذي سمع صراحة منهم فيما يتعلق بالهدنة وبما يجري الآن من تطورات عسكرية أنا أعتقد أصبحت واضحة أنا اليوم كان لدي اللقاء مع سيد روبرت مالي المبعوث الأمريكي في الملف الإيراني واستمعت منه على وكنت التقيت معه قبل ذلك بثلاثة أشهر في أوسلو وأستطيع أن ألمح الفرق بين خلال الثلاثة أشهر أن هناك تغير كبير وإدراك كبير جدا سابقا أن ما نتحدث كان ما نسمعه دائما بأن هناك حرص غربي وأمريكي تحديدا بأن لا يربط الملف اليمني بما يجري كان في حينها في جينيف فيما يتعلق في الملف الإيراني لكن الآن كل التقديرات والتحليلات سوى التي نسمعها في العواصم المختلفة أو التي نسمعها من المبعوثين بأنهم يدركوا تماما بأن إيران تستخدم الحوثيين في ضغطها من أجل انفراجها تعتقدها في مراهناتها ومغامراتها لكن نعتقد اليوم بما نشهده من إرادة وبطولات في أطفال المدارس في إيران وفي النساء وفي هذه الحركة الجماهيرية والشعبية الكبيرة أنا أعتقد بأنها جواب مهم جدا من الشعب الإيراني تجاه هذا النظام الذي أوغل في دمائنا واليوم يغل في دماء شعبه نعم بالعودة إلى مسألة الهدنة إن طرحت عليكم هي بالفعل طرحت عليكم صراحة مسألة إحياء الهدنة ما الشروط التي تضعونها أنتم كحكومة شرعية بالنقاط من فضلك معالي الوزير يعني أنت تعرفي الهدنة كانت السابقة التي تجددت المدة ستة شهر كانت أربعة نقاط تهديا عسكرية والعالم يعتقد لما نتحدث عن تهديا عسكرية بأنه خلال ستة شهر الماضية لم تكن في هناك أي مواجهات ويكفي أن أشير بأن خلال ستة شهر الماضية أكثر من 1400 شهيد وجريح في طرفنا فقط في الجانب العسكري أكثر من 94 شهيد وجريح في الجانب المدني من جانب الحوثي عنصر الثانية أو الفقرة الثانية كانت المشتقات النفطية ودخولها عبر ميناء الحديدة ونحن سهلنا هذا الأمر بشكل كامل وستطاع الحوثي أن يجمع أكثر من 215 مليار ريال يمني ما يساوي 215 مليون دولار في موضوع المطارات مطار صنعاء كذلك نحن قمنا بكل الواجب والنقطة الرابعة كانت ميناء اسمه بدين التاز وهو الشق المتعلق بما يجب على الحوثي أن يلتزنبه ولم يحقق هذه الشروط القديمة معالي الوزير ولكن الآن انطرحت الهدنة صراحة الجديدة الآن هي تتحدث حول نفس العناصر الأربعة يضاف لها فقرة متعلقة بالرواتب واليدفعها والمطروح بالنسبة لنا هو طبعا دفع رواتب المدنيين في الجهاز المدني وفق القوائم 2014 وهذا ما نصر عليه وما نتحدث عنه نحن نصر على أن أي حديث حول أي إجراءات سواء متعلق بقضايا عناصر الهدنة يجب أن يكون ضمن رؤية وخطة واضحة بحيث تكون هذه خطوة في اتجاه تحقيق السلام وليس كما دأب الحوثي أن فقط يأخذ هذه القضايا ثم ليس هناك أفق للمرحلة القادمة الحوثي يريد أن يطيل أمد هذه الأزمة حتى يستكمل مشروعه في اليمن ونحن لا نريد أن نخلق أي تطبيع لجماعة الحوثي أي قضايا متعلقة بخدمة شعبنا سنكون معها وهذا ما نقوله للحوثي لكن يجب أن يكون ضمن رؤية شاملة لحل سياسي شامل يتضمن معرفة واضحة متى سنعود إلى طاولة المشاورات ما هي القواعد التي ستكون عليها هذه المشاورات وهي بالنسبة لنا بالتأكيد المرجعيات الثلاث وهي أنصر رئيسي ومهم لا يمكن أن نتحدث حول أي حوار سياسي دون أن يكون تحت مضلة المتحدة وعلى أساس هذه المرجعيات الثلاث هذه ما نقوله نحن نطلح شروط نحن دائما نقول على الحوثي بدءا أولا وأخيرا أولا أن يقر ويتفق بأن هناك مبدأ أساسي يجب أن يلتزم به من لحظة الأولى ومسألة احترام الدستور اليمني مسألة أن جميع اليمنيين سواسية إسقاط خرافة الحق الإلهي الذي يطرح الحوثي والذي يتحدث فيها في كل إعلام ويتكلم فيها يعني قايد هذه الجماعة وغير المناهج على هذا الأساس ثم الطامة الكبرى المدونة السلوكية الأخيرة يعني في الوقت الذي نحن والمجتمع الدولي والعالم يتحدث عن آليات لإيجاد وسائل لدفع رواتب الموظفين المدنيين يقوم بالحوثي بطرح ما أعرف مدونة السلوكة الوظيفية وهي عبارة عن مدونة قمعية طائفية تحاول أن تحول كافة الجهاز البدني في الدولة إلى ميليشيا عقائدية يعني تحدث تهتك كبير جدا في النسيج الاجتماعي اليمني وتضر باليمن وتضر بالإقليم وتشكل خطر على العالم كذلك نعم معالي الوزير سؤالي الأخير خزان صافر الملف المهم والمستمر بكل تعقيداته في اليمن المناسق الأمامي كان قال أن تفريغ خزان صافر النفطي سيبدأ مطلع العام المقبل هل هذا الموعد مؤكد أم تخشون من معاوقات حوتية جديدة هذا ما سمعناه في لقائنا نحن نعرف أن السيد ديفيد جريسلي وعدد من الدول الأوروبية الصديقة بذلت جهود كبيرة جدا نحن لعبنا دور كبير جدا في تسهيل هذه المبادرة نأمل هذه المرة أن نشهد تطور في ويتم السماح للفريق الأممي والفرق الهندسية بأن تبدأ بنقل النفط من الخزان وأن تبدأ يتم السماح لها بالبدء بتنفيذ الخطة الأممية نحن تجربتنا مع الحوثيين دائما تجربة لا يمكن أن نعطي أي مؤشرات إيجابية إلا أن تتحقق لأن هناك جهود سابقة بذلت خلال الأربع سنوات الماضية كبيرة جدا جمعة أموال كان في اليونوبس من الأمم المتحدة لعب الدور كبير ثم عندما وصلنا لمرحلة الالتزام بالتنفيذ تهرب الحوثي من التزاماتهم نأمل في هذه المرة أن لا يحدث هذا الأمر كذلك يناير ليس ببعيد لكن هذه كارثة إنسانية كارثة بيئية كبرى ستضر اليمن وستضر الإقليم والعالم نعتقد أن آلية التعاطي مع هذا الملف المهم كانت متهاونة الحوثي استطاع أن يبتز العالم والمجتمع الدولي بممارساته في هذا الأمر وأن يستخدمه كذلك كما استخدم الورقة الإنسانية للابتزاز استخدم ملف خزان صافر لكن كذلك أنا هنا في أوروبا هناك اهتمام كبير جدا الآن أوروبي في قضية الخزان النفط صافر وأنا يتم العمل من قبلنا كذلك مع عدد من أحزاب الخضر في أوروبا وسنستمر في ممارسة أقصى دريات الضغط حتى نتخلص من هذه الكارثة المحتملة شكرا معا للوزير شكرا على قبول الدعوة للمرة الثانية في الأخبار الليلة وفي الحدث من روما كنت معنا أحمد عوض بن مبارك وزير الخارجي اليمني شكرا السلام عليكم